موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على وحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عندنا الآن نسا رغاية سلما مريضة مرض خطر جدا عمرها 26 سنة ويتعالج في فرنسا مقيمة في نيس تطلب مننا الدعاء ندعي وربي سبحانه يشفيك ويخفف عنك ويعيدك إن شاء الله إلى أهلك سالم غانما يا رب إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك يا رب خفف عنها وعافها يا رب إن الداء داءك والشفاء شفاءك اللهم أنزل الشفاء على الداء ربي يشفيك ويخفف عنك ويصبرك ويقويك ولازم كل مريض مسلم يعرف بالي إذا ابتلها ربي لأنه يحبه كي ينضرج في الجنة يعطيها لك أصبر إن الله إذا أحب عبدا قال لملائكته يا ملائكتي صبوا على عبد البلاء صبا فإني أحب أن أسمعه وهو يقول يا الله هكذا الأخت غاية قول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سائل من العاصمة يقول مؤذن مسجدنا يؤذن بغير وضوء ثم يتوضع للصلاة فما حكم هذا الوضوء فما حكم هذا الآذان الآذان لا يشترط له الوضوء يعني يستحب مستحب أمليح عنده الأجر عند ربي إن شاء الله إذا جاء أذن يتوضع إذا ما توضعش الأذن صحيح لا شيء عليه ثم الناس يختلفون إحنا ما نشعر فيه هذا المؤذن لعله ما يشتش الوضوء لعله عنده سلس البول لعل كي حاجة تخليه يتوضع مباشرة قبل الصلاة الأذن تعوي صحيح ولا شيء عليه فهمتوا بالمناسبة حبي تنبه إلى بعض أخطاء المؤذنين كي الناس ما عندوش علاقة بالآذان ويجي أذن ويدير أخطاء وكي ينبه يعوذ بله بعض الأخطاء تخرجه من الملة يخرج قام الإسلام وهو في بالورة ويأذن باش الناس جي تصلي ما لا حبي تنبه إلى بعض أخطاء المؤذنين من جملة أخطاء المؤذنين قولهم الله أكبر يعني يجعل الألف للاستفهام كأنه روي سقسي ولا ربي كبير ولا لا لا هي لازم يقول الله أكبر الله الله بالأمزة مباشرة ما يمج فيها إذا مد فيها تولي استفهام الله أكبر هذا روي خرج من الملة وليعوذ بالله لأنه روي سقسي ولا ربي كبير ولا لا لا مدى ما على بلك سعلا لا هي تأذن زيد كذلك نصب أكبر يقول الله أكبر هذا لحن وخطأ لأن الله مبتدأ المرفوع وخبره أكبر والخبر كيف يكون يكون مرفوعا الله أكبر ما شيء أكبر زيد قولهم اللي يعوذوا بالله أكبر بالمد يقول لبعض المؤذنين الله أكبر أكبر على بلك ما هو الأكبر هو الطبل الطبل البندير اللي يطبلوا به هذا هو الأكبر اللي يعوذوا بالله أو كفر أو كفر وخرج من الملة لأنه أو يقول في اللغة أو يقول اللي يربي هو البندير وليعوذوا بالله هذه مصيبة وبعضهم يجمع بينهما يقول الله يعني استفهام أمد أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل هذا كفر هذا كفر شفت زيد إضافة الواو بين الله وأكبر بعضهم يقول الله أكبر بالواو الله أكبر مشيء الله أكبر الله أكبر وذهب بعض علماءنا إلى أن هذا من اللحن الخفي الذي يصح وقد تستبدل الهمزة واوا ولكن هذا خطأ يعني ما ما تحاوش تصيب حل قول الله أكبر فهمت زيد قولهم أشهد أن لا إله إلا الله والصواب إدغام النون فتقول بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن لا لا الإدغام يعني إدخال النون في اللام تقول أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مشي أشهد أن لا إله لا لا إدغام الإدغام هو الإدخال يعني المطلوب يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يقول أشهد أن لا إله فهمت زيد بعضهم بعض المؤذنين ينتق الشهادة بصيرة الأمر ما يقول أشهد أشهد لا لا يقول اشهدوا يقول لي أعطي أمر اشهدوا يعني كانوا يؤمر الناس يا ناس اشهدوا بأنه لا إله إلى الله يا لا اشهدوا مشي اشهدوا نعم اشهدوا مشي اشهدوا يعني فعلوا أمر بعضهم لا ينطقوا الهاء في قوله حي على الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ما ينتقش بالهاء على بلكم وشن الصلاة الصلاة هي نار جهنم الصلاة هي اسم من أسماء نار جهنم ما هذا يقولنا أرواح وتدخلوا في النار حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ينتقلها فهي دعوة إلى النار لعوذ بالله بعضهم يقول أشهد أن محمد خطأ رسول الصحي أشهد أن محمدا لأن أداة نصب أشهد أن محمدا رسول الله نعم فمحمد هنا هو اسم أن ويكون منصوبا وخبرها رسول الله زيد بعضهم أن ينطق الهاتاء فيقول عند الوقت حيا على الصلاة والأس وقفها على الهاتاء يعني حيا على الصلاة حيا على الصلاة فإذا نطق بالتاء هو لحن ولكن لحن خفيف أما إذا منطق لاها لا تاء وقال حيا على الصلاة ما أنتوقنا رحول النار أن ينطق الهاتاء قولهم بعضهم اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعفش ينطقوا ما يقولش أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا لا يقول أشهد أن محمدا 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 مو بالواو لا خطأ أشهد أن محمدا محمدا بلا مد محمدا رسول الله وما هو الفرق بين الآذان والإقامة الآذان غالب كن ساكن والإقامة والإقامة مشكلة الآذان حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما الإقامة تكون شكلة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإقامة تكون شكلة إلا في النهايتها أما الآذان يكون ساكن الآذان ساكن والسمع الفضل تعالى المؤذن هذا هذا لي صخر حياته يدعي الناس للصلاة يعني عمل شريف جدا عن معاوية سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيام أطول الناس أعناقا أطول الناس أعناقا بمعنى ما يعتشش الناس تعتش يوم القيام المؤذن ما يعتش طول العنق أيضا هو العرب كانت واحد كي يحبوا يقولو ذو ما كان وعنده سمعة وهيبة وشرف يقولو العنقتها طويلة كما وحد ليكون كريم يقولو يده طويلة يدوا طاويلة يدوا طاويلة مع سب كريم مش يدوا طاويلة وبالك يدوا قصيرة هكذاك طول العنق يعني المكان والمكانة والشرف العزة والعظمة لأنه يدل على الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن اللهم اخفر للمؤذنين شوف سيدنا رسول الله يدعي لهم المؤذن مؤتمن مؤتمن على ماذا المؤذن على دخول الوقت والإمام ضامن مؤذن على دخول الوقت مؤتمن لأن الناس يدير ثقة الناس يتخدم في شغالها سمعوا المؤذن يروحوا يصلهم هو مطالبين يبقوا يعرفوا الوقت يعني مليح ليتفقه ولكن هم مديرين ثقة في هذا المؤذن ولذلك كان عم سعيد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله هذا كان مؤذن تانا عامين سنتين وهو يطلع للصمع يراقب الفجر سنتين تعلم وزادي راقب الفجر قال لي عامين وانا راقب في الفجر لأن المؤذن هذا مؤتمن على دخول وقت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم قال اللهم اغفر للمؤذنين هذه بشرة للمؤذنين ولذلك نداء تعيلي وزاة شؤون الدنيا يزيدونهم في الشهرية لأن المؤذن هذا سخر حياة ويأذن للصلاة سيدونهم بش يكون عنده الكفاف وبش يتفرغ للصلاة ويتفرغ للآذان ويتفرغ يتعلم ويتفرغ لبيت الله ويحافظ على صلاة المسلمين مدى بنا يكون عندهم كفاية مادية يعني هما والإمام ومعلم القرآن أعطوهم ولا تمنعهم كذلك يشترطوا في المؤذن أن يكون حسن الصوت الصوت انتعه يكون جميل مش أي إنسان يجي أذن لازم صوته يكون جميل كي يسمعوه الناس كأنهم يسمعوا زقزقة العصافية والبلابل يسمعوا الحلاوة على إله إلى الله الحلاوة على محمد رسول الله أتعيط له الحلاوة حية على الصلاة وانت جي جاي لأن هذا الصوت الجميل عنده تأثير في القلوب عنده تأثير على النفوس مش أي إنسان يأذن ولذلك في عهد سيدنا هارون رشيد رضي الله عنه وأرضاه واحد السكير يعني كما نقوله كيلو يسكر اطلع للصمعة وضرب المؤذن ضربه وضربه وضرب مبرح قال لك عطاه حتى برد قلبه ومن بعد ما برد قلبه زاد شده من رجليه وهبطه ومده رشت على الصمعة كركره 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 حتى بالله دهو ما خارج الجامعة سكير يشرب الخمر ما خارج الجامعة ما للمؤذن رفع دعوة عند القاضي القاضي أول مراجه دعوة سكير يتعدى على مؤذن ويكركره من أجليه يمدهوش على الصمعة ويرميه للشارع هذه كانت كبيرة في الحضارة الإسلامية لأن أهل الدين كانوا موقعون محترمون ما للقاضي كيشفها حاجة خطيرة تم تمرفحها إلى أمير المؤمنين سيدنا هارون رشيد وكان عادل سيدنا هارون رشيد سيدنا هارون رشيد كان على باله بلكي الناس مظلومين ما يقدرش يوصلوا إليه أما له وش دار طالب لأنه كان يخاف دك المستشارين والنواب والوزارة يعني الناس اللي يساعدوه ما يخلوش الناس يوصلوا إليه ما لعطى أمر قالوا أي واحد مظلوم نهار الجماعي يلبس الأحمر الأحمر ما لكان الواحد ليه مظلوم يلبس الأحمر نهار الجماعي يشوفوا الشرطة يعرفوا بليه مظلوم يجيبوه لهارون الرشيد حنايا لو كان رئيس جمهورية يقول للشعب لي مضلوم نهار الجماعة يلبس الأحمر زيته لي كاشير نهار الجماعة الشعب قايوا لي أحمر لأنه زقا مضلومة حسبون الله ونعم الوكيل المهمة سيدنا هارون راشيد كي جابوا له القضية كي جابوا له القضية عيط لها دك السكير قال له كيفه تايا تطلع للصمع وتضرب مؤدن يعني تزيد كاركرو وترمي خارج الجامعة واش قال له السكير قال له يا أمير المؤمنين قبل ما ندافع لها رحي عيط له قل له يؤدن هذا ما كان قل له يؤدن برك ما تجاوبش ما لا عيط له قال له أدن قال لك لما بدأ يؤدن صوته يعوذ بالله مصيبة سيدنا هارون راشيد يريد فيه قل له ما لا يا أمير المؤمنين قال له كي كان يؤدن هذا جازوا اليهود والنصارى قال له شفتم يضحكوا على الإسلام وعلى المسلمين خداتني غيرا أطلعت سكيت وأعطيت طريحا سكير خداته غيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة